أي شاب مصري بيتفرج على هذا المنتدى بيتساءل إيه الفايدة من هذا المنتدى؟ إيه المردود اللي هيرجع علي أنا كشاب؟ الحقيقة أن فلسفة المنتدى أساساً من البداية وفكرته أنه هو يكون منصة يستطيع من خلالها الشباب أنه هو يعبر عن أفكاره ورؤاه وإبداعاته وأنه هو يعبر عن رأيه وأنه هو كمان استحدث حتى منصة لريادة الأعمال بيستطيع من خلالها الشباب طرح أفكارهم ومشروعاتهم الناشئة يعني حتى في هذا المنتدى النسخة الرابعة سيركز على المشروعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وده أمر جيد جداً بيتيح حتى اللقاء ما بين الشباب وما بين المستثمرين وأنه ممكن يكون هناك بعض حضنات الأعمال التي تحتضن المشروعات والأفكار الرائدة لهم هناك أيضاً منصة مسرح شباب العالم وده بيطرح الرؤى والأفكار المختلفة للشباب والثقافات على مستوى العالم وتبادل الثقافات على مستوى العالم ده أمر جيد أن أنا بتبادل الخبرات وبطالع على ثقافات الآخر وتقبل الآخر ورؤاه وأفكاره فده بيؤدي إلى سوق الخبرات الشباب المصري والشباب العالم في تبادل خبراتهم مع بعض في منصات أيضاً الإبداع والابتكار وده بتتحدث عن تكنولوجيا المعلومات والتحاول الرقمي واكتساب الخبرات ما بين الشباب وبعضهم البعض هذا إلى جانب أن المنتدى نفسه بيتيح منصة للشباب أن هو يتحدث مع متخص القرار بشكل مباشر كنوع من أنواع تمكين أو وسيلة لتمكين الشباب وأنه يعبر عن رأيه بشكل حضاري ويتحاور مع المسؤولين بكل شفافية دون أي قيود صحيح القيادة السياسية الحقيقة حريصة على أنها تحضر كل فعليات هذا الملتقى وهناك العديد من الرسائل التي أرسلها سيادة الرئيس من خلال الجلسة الخاصة بتغيرات المناخ من وجهة نظر حضرتك ما هي هذه الرسائل شوفي حضرتك أن حرص القيادة السياسية المصرية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حضور هذا المنتدى يؤكد مجموعة من الرسائل الأولى أن مصر دولة أمن وأمان أنها قادرة على أن تعبر عن نفسها في كل القضايا المستقبلية التي تشغل بال مصر على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدول وكذلك القضايا العالمية بدعوتهم لشباب 196 دولة حضر خمس تلاف مشارك سجل خمسمائة ألف شاب لرغبته الظهور والمشاركة في هذا المنتدى فكرة المناخ والتغير المناخي هذا يؤكد أن الدولة المصرية تنظر إلى بعيد وأنها حريصة على الأخذ بكل أسباب العلم المتعلقة من أن التغير المناخي قد يسبب تصحرا قد يسبب انهيارا واختفاءا لبعض الدول ده معنى ذلك أن الدولة المصرية عندها خطط لمواجهة ومكافحة هذا الأمر طيب الخطط دي هل هي خطط حبيسة حبيسة الدولة المصرية فقط؟ لا أدراك فكرة أن مشاركة الشباب لمناقشة هذا الأمر وابتكار حلول مع الخبراء دي فكرة بديعة جدا تؤكد أن مصر تسير بشبابها إلى المستقبل تقوم على إعداد هؤلاء الشباب لمواجهة وتقديم حلول خارج الصندوق من هؤلاء المبدعين خد يبالك أنه مش أي حد بيحضر المؤتمر المؤتمر لا ينظر إلى الجنسية ولا العرق ولا الجنس ولا الديانة لكن ينظر إلى المستوى الفكري والتعليمي والمهاري لهؤلاء الشباب لأن هذه القضايا ليست لها علاقة بالجنس والعرق والنوع والشكل والدين خالص هي قضايا بتعم العالم كله فتتخيلي حضرتك أنه شباب العالم بيفكر في مستقبل بلاده ده أمر لم يكن موجودا في الماضي أمر بيؤكد كمان أن الدولة المصرية حريصة على هذه التجمعات لنقل الرسالة أن مصر أمان أن مصر تسير على الطريق الصحيح أن لديها خطط لا يشارك فيها كبار السن من العلماء لكن الشباب إعداد جيل من العلماء يبدأ من هذا المنتدى فده في حد ذاته يعني رسائل واضحة وقوية بتؤكد أن مصر بتقود المنطقة إلى العلم إلى حل مشاكله بالعلم يعني استبعاد الجانب الحربي وترسيخ فكرة السلم والأمان صحية